مساء الفرق القريب لكل من نادى واستغاث بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مساء الخيرات والبركات والمسرات لكل من سمع هذه الكلمات اللهم إني أسألك لي ولهم مساء مبشرا وهم راحلا وقلبا مطمئنا ورزقا واسعا اللهم ارفع اسم من يسمع دعاء الآن إلى عالي سمائك واكتبه من العتقاء والسعداء في الدنيا والآخرة ووالديه ومن يحب وترفع عنه المرض والحزن وعذاب القبر وتهدي ذريتهم وترحم ميته وتصلح حاله وأن ترزقه الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب واجعل له نصيبا في كل خير تقسمه وفي كل نور تنشره وفي كل رزق تبسطه وفي كل ضر تكشفه وفي كل بلاء ترفعه مساءكم خير وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازيكم عاملين ايه؟ عاملين ايه في البرد ده؟ يارب تكونوا بخير عمدي اليوم عندي بودنج الشوكولاتة بودنج لازيز جدا ينفع للبرد وينفع للصيف يعني ينفع في كل الأوقات ممكن تحطوه برا التلاجة وبيتاكل او ممكن لو تحبه تحطيه في التلاجة وممكن اي ضيوف اي حد او اولادك طلبوا اي حاجة حلوة ممكن تعمليه يعني مبياخدش اكتر من خمس دقايق وبيكون جاهز عندي ايه مكوناته؟ عندي معلاءة كبيرة من الدريم ويب او اللي هو الكريم شانطين معلاءة كبيرة وعندي معلاءة كبيرة من الككاو الخام اللي هو بدون سكر عندي كمان معلاءة كبيرة من النسكويك اللي هو الككاو المحلة يعني وعندي كمان باكو كريم كراميل باكو كريم كراميل اللي هو بدون السكر المكرمل بس الكريم كراميل نفسه عندي كمان كبايتين من الحليب الطازة الحليب العادي أو ممكن تستخدمي كمان حليب بودرة يعني هتحطي لكل كباية 3 معلق كبار من الحليب البودرة لكل كباية مية هي دي ما أديره وعندي كمان أي شوكولاتة انت بتستخدميها سواء شوكولاتة بالحليب او الشوكولاتة اللي بتزيني بيها يعني هاخد منها قطعتين بيتدولوا طعم لذيذ لذيذ جدا وطريقته سهلة وبسيطة ما فيوش اي شيء زي ما قلتلك في خمس دقايق هتحضريه طيب هعمل ايه يلا نشوف الطريقة ونشوف ازي هنحضر لو انتو بتشاهدوني الاول مرة بتنسوش اللايك والاشتراك في القناة ويلا نبدأ مع بعض نقول بسم الله بحط كول المقادين على بعضيها بحط الحليب بحط الشوكولاتة بحط الكريم شانتي بحط الكاكاو والنسكويك وبحط كمان الكريم كرامل وكله ده هحطه على النار طبعا لازم تحركيه كويس جدا علشان ما يتكتلش معيك تفضلي تحركيه كويس وهو على النار البودنج ده سهل سهل جدا جدا ما بياخدش اي تكلفة وكمان في الوقت يعني في خمس دقايق زي ما قلتلك بتعمليه وبتسيبيه لحد لما يجمد شوية ممكن يتحط في التلاجة او ممكن كمان تسيبيه بالضبط 10 دقايق هتلاقي الكريم كرامل جمد معيك كمان البودنج ده ممكن نعمل منه اشكال يعني ممكن نعمل طبقات ان شاء الله بعملها لكم في فيديو تاني باذن الله يعني ممكن تشكليه بالنسكفي والكاكاو ممكن تخليه كريم كرامل عادي بالحليب والكريم كرامل يديكي لون اصفر والتاني لون ابيض ممكن تحطي عليه طبقة تالتة زي النشا مثلا مع الحليب هيديك اللون ابيض فده ممكن انت تشكليه طبعا براحتك تعمليه اشكال والوان احنا عارفين الاطفال بتجذيبهم الالوان وكمان شكله في الكاسات خصوصا لو حطتيه في ازاز هيدي طبقات وشكله شك جدا طريقته سهلة جدا اهم حاجة ان انت تسيبيه لما يغلي على النار هي دي اهم شيء علشان الكريم كرامل يستوي معايا هفضل احركه بالشكل ده علشان يفور معايا ويغلي الحليب مع الكريم كرامل مع الشوكولاتة والكاكاو بيدي نتيجة فعلا حلوة جدا تقديمه طبعا تحطيه بقى في كبيات صغنونة تحطيه في كبيات ازاز كبيات الورق اللي بتتبع من برا الشكل اللي انت بتحبيه ممكن كمان يتحط في السيليكون بيدي شكل حلو لو انت قلبتيه ولو انت مستعجيلة او عايزة تطلعي برا تغديل حد اي حاجة او اولادك يغدوه معاهم هتحطيه في الكب اللي بيطلع برا ده اللي هو الاوراق انا جايبة من الكب الورق ده بيستخدم ويطرمي طبعا بيدخل الفرن وبيستحمل درجة الحرارة وشكله كمان في التقديم شيك جدا يلا نقلبه شايفين زي ما هو كده شايفين بيغلي ازاي كده خلاص بقى المهم ان انا اتأكد ان هو بيغلي ممكن كمان نحطيه سينة فانيليا اللي مش بيحب الفانيليا طبعا عادي ما بيحطولوش انا كده خلاص ما دم غلي معايا يعني خمس دقايق بالزبط على النار يغلي كده خلاص اتأكد ان الكريم كراميل خلاص يستوي معايا بنزله ويلا نغريفه مع بعض هغريفه في الكب اللي انا قلتلكم عليها دي الكبيات الصغنونة دي شكلها شيك جدا في التقديم وممكن كمان نزينه زي ما احنا عايزين ازينه بكريم شانتيه ازينه ببسكوتات ازينه باي شيء بجد بيطلع شيك شيك في التقديم وطعمه لذيذ جدا يعني اغلبية الاطفال بيحبوه لانه زي الكريم كراميل بس بنزودله شوكولاتة اللي بيحبه النسكافيه طبعا ممكن يزودوله معلقة من النسكافيه او حتى نص معلقة النسكافيه مع الكاكاو مع النسكويك بيدي طعم خطير بيدي طعم حلو جدا يعني للبودينج ده ممكن نغير في البودينج ده نحط له حاجات كتيرة هينفع معاها وطبعا كله على حسب ما بيحب ايه معا ايه واحط طبعا بحرص علشان ايه علشان الكب اللي عندي ده ما يكون نظيف دايما وحتى لو تكبت عليه ممكن بعد كده بمنديل تنظفيه قبل ما تحطيه في التلاجة او حتى قبل ما يجمد بوزعهم بالشكل ده يعني كمية اللي هم الكبيتين حليب دولة بيعملولي تقريبا اكتر من 12 كب من الكبيات الصغنونة دي وانتي على حسب ما انتي طبعا بتحبي ممكن تحطيه في كبيات كبيرة ممكن في كبيات اصغر من كده زي ما بتحبي مع طبعا قهوة عربي بيبقى فعلا فعلا لزيز بيطلع كريمي وطعمه حلو جدا انا هعمل ايه علشان انا عايزة بسرعة هدخله شوية التلاجة انا حطيته بالشكل ده هدخله التلاجة ولما اخرجه هوريه لكم شايفين كده انا خرقته من التلاجة بالشكل ده هزيينه بقى بايه وزي ما قلتلكم مش بيحتاج تلاجة ممكن تحطيه كده احنا يعني في الشيطة فهزيينه بس باي بسكوت بالشوكولاتة عندي بسكوت الأوريو اي بسكوت انت بتحبيه ممكن كمان لو فيه باقيه عندك كيك بتنشي فيه وبتحطيه عليه الكيك ده حلو جدا ممكن نستخدمه في حاجات كتيرة يعني لو عندك كم كيكاية الاولاد ما اكلوهاش او انت ما اكلتهاش ممكن تعمليها زي كده بتنشي فيها وبتطحنيها وبنزين به تورتات نزين به كيكات حلة زي كده بجد بيبقى تحفة اتمنى ان هو يعجبكم يا رب وتجربوه بودنج الشوكولاتة لذيذ ما بياخدش معانا لخمس دقايق زي ما قلتلكم بحط كل المقادير على بعضيها وبحركه على النار المهم اهم شيء يغلي علشان اتأكد ان الكريم كراميل استوى معايا وبحطه في الكب اللي انا عندي وبسيبه شوية عشر دقايق بتلاقيه بالضبط جمد او خمس دقايق كمان او ممكن تحطيه في التلاجة وتزينيه باي شكل انت بتحبيه بيطلع كريمي جدا طعمه لذيذ بجد طعمه لذيذ لازم تجربوه ان شاء الله جربوه وقلو لي ايه رأيكم ولو عندكم اي استفسار اكتبولي تحت في التعليقات بحب تعليقاتكم جدا بجد بتساعدني جدا ولو انتو عايزين اكلة معينة او وصفة معينة برضو اكتبولي وان شاء الله انا هعملها بحبكم في اللاق اشوفكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتنسوش لايك واللي مش مشترك في القناة يشترك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة